السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منصة اعادة اعمار غزة اعلنت عن طرح مسابقة لعادة اعمار المشاريع الحيوية في بلديات غزة. المسابقة بتطرح مجموعة من المشاريع المختارة لبلديات غزة بفات مختلفة. بتقدم مشاريع التخرج ممكن جامعة من الجامعات تتبنى او دكتور يتبنى مع مجموعة من الطلبة. مجموعة مشاريع تتم دراستها في المواد الاكاديمية المختلفة. طيب تعالوا نشوف كده انا سيب لكم الرابط اسفل الفيديو. المجموعة الجوائز اه 13500 يورو. ان شاء الله ممكن يزيده. في التخصصات التالية تخطيط الحضري التصميم الحضري التصميم العماري تنسيق الحضائق. بالاضافة للمسابقة خاصة لذكرى الابادة الجماعية في مستشفى الشفاء. طيب شروط المسابقة يتم تسجيل المسابقة عبر تعبية المشرف الاكاديمي للنموذج المرفق واختيار المشروع. يبقى لازم من الدكتور او المشرف الاكاديمي ما ينفعش طالب هو اللي ادنى بنفسه. تكون المسابقة برسال معلومات المخططات اللازمة للتصميم المشروع للمشرف عبر الايميل مع ذكرى المطالبات وشروط التسليم. هيتم تسليم المشاريع الجزئين. تقرير للدراسات النظرية والتحليلية وجوز اخر للتصميم. يتم تسليم المشاريع المتقدمة الالكترونية بموعد لها تجاوز تاريخ واحد اغسطس ٢٠٢٤٥. وذلك حسب المطالبات المحددة لكل فع على الايميل الالكتروني. يتم تطبيق احدى مبادئ الاستدامة والزكاة في التصميم المقدمة. يمكن العمل بصورة فردية او بصورة فريق. سيتم عاجز محضرات ورشية عمل اونلاين على هامش مسابقة. دي حاجة مهمة جدا ان شاء الله حاول احضرها. يتم تشكل لجان تحكيم لكل فعن من المشاريع على حدة وسلم الاعلان على المنصة عن الفائدين واجراءات تسليم الجوايس. للمنصة حقوق ملكية التصميم المقدمة. اللغة المعتمدة العربية والانجليزية. الصور مرفقة للمشاريع مولدة بزكاء الصناعي ولا تعبر عن رغبة للمنصة بلغة معمارية معينة. يعني في صورة معينة موجودة مع المشروع انت بشي شرط تلتسم بها. دي مجرأ بس صورة رمزية. مرفق برنامج مقترح لكل المشروع يمكن للمتصابق تعديله شرط عدم فقدان المشروع المضموني. فيه التخطيط الحضري وفيه التصميم الحضري فيه التصميم المعماري فيه تنسيق المواقع فيه مسابقة خاصة. كل واحدة من دول هتلاقي الرابط اول ما تدوس عليه هيبدأ يفتح معك بالشكل دوت. هتلاقي تصرح للمشروع. بالشكل دوت. بالعربي والانجليزي. تقدر تعمله تقدر تكبر وتشوف التفاصيل بتاعة المعلومات اللي انت عايزها. هتلاقي معلومات عن المشروع. ولو انت عايز تفاصيل اكتر واخترت المشروع معين بتبدأ تبعت على الاميل. بحيس يبعتولك تفاصيل للمشروع. ده مجرد بس ايه? آآ ورقه. بتعرف المشروع بحيس تختار المشروع اللي انت عايزه. التصميم الحضري. مدان فلسطين. اه. كل واحدة هتلاقي بالانجليزي وبالعربي. تقدر تعمل دول لود وتعمل زوم وتشوف المطلوات بتاعة المشروع. تصميم المعماري. التنسيق المواقع. مسابقة خاصة. مسابقة خاصة مسابقة شفاء. اول ما تضغط هتبدأ تفتح معك. طيب انا شفت المشروع كلها وفي مشروع معين اخترته. ازاي ابدأ اقدم فيه? ده المشروع هوت. طيب. هنجي هنا. هنلاقي الرابط موجودة هوت نموذج التقديم للمسابقة. هضغط على النموذج دوت. فيبدأ يفتح معي. فهتلاقي المعلومات هايت عن المسابقة. تمام? هتبدأ بقى تكتب اسم البلد اللي انت بتقدم من خلالها. واسم الجامعة. واسم الكلية. اسم الكسب. اسم المشرف الاكاديمي. اسم الطالب او مجبوعة الطلبة. فئة المشروع. تقدر تختار الفئة اللي انت عايزها. اسم المشروع. اخترنا مسلا المشروع دوت. تمام? ساعتها هتوصل لك ايميل فيه التفاصيل المشروع اللي انت اخترته. المادة الاكاديمية ضمن اي مستوى اكاديمي. رقم هاتف المشرف الاكاديمي. ايميل المشرف الاكاديمي. وعلم هنا على اساس يبعات لك نسخة من الكلام انت كذبه. send me a copy of my response. فهتبدأ تجي لك ايميل. اول ما بتشارك خلاص بتوصل لهم وهما يعرفوا عند مهتم انا مشروع ويتواصلوا معك دايريكت ان شاء الله. فبتوفيه للجميع ان شاء الله وربنا يجعله في مزان حسنك ولازم نستحضر النية بإذن الله.